رأس صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبحضور صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ناب القائد الأعلى ناب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر لغضبية صباح اليوم وقد أدل سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي في مستهل الجلسة وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر باستضافة واستقطاب المزيد من المؤتمرات الطبية المتخصصة رفيعة المستوى لأنها تدعم خطط وتوجهات الحكومة للارتقاء بالقطاع الطبي والصحي وتطوير الخدمات العلاجية بالمملكة منوها سموه بأهمية المؤتمر الثالث عشر لمجلس الشرق الأوسط وإفريقيا لطب العيون الذي عقد تحت الرعاية الكريمة لسموه وأناب سموه لافتتاح سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائبة رئيس مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي بعد ذلك حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تبني المزيد من المبادرات التي تسهل من إنجاز المعاملات التجارية والاقتصادية وتحسن من أوقات إتمامها باستخدام التقنيات المتقدمة الحكومية الإلكترونية لضمان أكبر قدر من الأمان والخصوصية والدقة مشيدا سموه في هذا الصدد بأهمية منتج سجلات الذي دشنه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لما يوفره من تسهيلات للقطاع الخاص ويدعم التوجه الحكومي في جعله شريكا في التنمية الاقتصادية مثليا سموه على الدور الذي يطلع به صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص بعد هنأ صاحب السمو الملكي رئيس المزراء كافة المنتسبين في المؤسسات الصحفية بمملكة البحرين بيوم الصحافة البحرينية مستذكرا سموه بالتقدير إسهاماتهم في الحفاظ على المصالح العليا للوطن ومكتسباته وإبراز الوجه الحضاري للبحرين وتعزيز الروح الوطنية والانتماء مؤكدا سموه أن الحكومة تحرص على دعم حرية التعبير لجعل الصحافة مؤدية لدورها المنوط بها معربا سموه عن تقدير الحكومة للدور الوطني للصحافة البحرينية ومن سوبيها وكتابها وبمكانتهم الكبيرة وضمن هذا السياق فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى التعجيل في وضع قانون عصري ومستنير ينظم شؤون الصحافة والإعلام ووجه سموه وزير شؤون الإعلام بالتعاون والتنسيق مع الجهة ذات العلاقة بخصوص ذلك بعدها أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن مكافأة نهاية الخدمة لن تمس أو تطال أو ما يثار حول إلغائها غير صحيح البد مؤكدا سموه أن الحكومة حريصة على العمل من أجل إطالة عمر الصناديق التقاعدية وديممتها خدمة للمنظفين والمتقاعدين حاضرا ومستقبلا بعد ذلك كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الإسكان بمتابعة الاحتياجات الإسكانية في قرى دمستان وكرزكان وسند وعالي والعمل على تلبية متطلبات أهلية من الخدمات الإسكانية وفق البرنامج الحكومي بعدها أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة أن تراعي كافة الجهات الحكومية مصالح وأرزاق مخلصي المعاملات وتيسير أداء عملهم وكلف سموه في هذا الصدد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بمتابعة شكاوى وملاحظات أعضاء جمعية تخلص المعاملات الحكومية والتحقق منها والعمل على حلها إلى ذلك فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بدراسة شكوى وملاحظات أصحاب مزارع الدواجن بشأن بيع إنتاجهم من الدواجن وإيجاد الحلول المناسبة لذلك ثم وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصحة بمعالجة موضوع استيراد الأدوية من الموردين لضمان توفر كافة أنواع الأدوية في مملكة البحرين بما يضمن حصول المواطن على حاجته من العلاج والدواء ثم نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله حيث اتخذ بشأنها من القرارات ما يليه أولا وافق مجلس الوزراء على ثلاثة مشاريع قرارات تأتي استنادا إلى منص عليه المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2014 الأول ينظم شروط وإجراءات الحصول على التراخيص التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني ومشروع القرار الثاني يختص بضبط مخالفات تدابير الدفاع المدني والثالث يحدد فئات الرسوم المستحقة عن الشهادات والتقارير والتراخيص التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني وكلف المجلس وزير الداخلية بإصدارها ثانيا وفق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2014 واربع عشر بالموافقة على قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكلف المجلس وزير الصناعة والتجارة والسياحة بإصداره ثالثا وفق مجلس الوزراء على ثلاثة مشاريع قوانين وإحالتها إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية الأول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الشيك والثاني مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا والثالث مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية المجر رابعا وفق مجلس الوزراء على التوقيع على أربعة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مملكة البحرين والاتحاد السويسري في مجالات مختلفة بعد مراجعة جوانبها القانونية في اللجنة الوزرية للشؤون القانونية وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير الخارجية خامسا وفق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 2006 بشان رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى وقرر إحالته إلى مجلس النواب مشفوعا بمذكرة برأي الحكومة حوله سادسا بحث مجلس الوزراء سبعة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب الأول بشان إنشاء شارع جديد متفرع من شارع الشيخ خليفة بن سلمان للتخفيف على الضغط الواقع على شارع سار والثاني يتعلق بصفوف لمرضى التوحد في بعض رياض الأطفال والحضانات والثالث بشان تطوير مرفع الصيادين في قلالي والرابع بخصوص مرفع للصيادين في البساتين والخامس بشان صالة للمناسبات في صدد والسادس حول مسجد وصالة مناسبات في البحير والسابع بخصوص أوضاع القصابين وقد وافق المجلس على ردود الحكومة بشان هذه الرغبات على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية